السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه? النهاردة هقدم لكم سويسرول الجميل دوت. آآ عملته بطريقة سهلة جدا وبسيطة. كان عندي كيكا. آآ ما طلعتش نجحة مني. فعملت بيها سويسرول اللي انتوا شايفينه الجميل دوت. يلا نشوفه عمال ناس ده. بس بفكركم بالاشتراك في القناة وتفاعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد. دي كيكا بقى اللي انا بحكي لكم عنها. آآ كيكا دي بنتي عملتها فتلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ما يعني تلعت مش نجحة تلعت هبطة كده وتقطعت زي ما انتوا شايفين. فانا آآ يعني ما حبيتش ان انا قرميها. حرام طبعا. فقلت اعمل بيها حاجة من اتنين. يعمل بيها جاتوك كوبية. آآ يا امتا اعمل بيها سويسرول. فقلت اعمل بيها سويسرول ويبقى شكله قطعة جاتوك كده حلوة زي ما انتوا شايفينها. وفي نفس الوقت علشان برضو ايه آآ اواريكوا طريقة جديدة. آآ زي ما انتوا شايفين كده انا بقطعها. آآ لقطع عشوائي كده. وبحطها في بولا. ما تنسوش بقى اللايك يا جماعة. هاطحها كده باي اي اي تقطيع. تمام? وبعد كده حركي لها بقى على جنب وابدأ اعمل الكريم شانتي. هحط آآ في البولا عندي كوباية من الكريم شانتي عليها نص كوباية من السكر. وكوباية الى ربع من اللبن. تمام? واللبن آآ يكون متلك يعني يعني مش في التلاجة بس احط شوية في الفريزة. واحط حوالي آآ ربع معلقة صغيرة من الفانيليا. دي فانيليا خام لو عندك فانيليا باكتات هتحط باكو فانيليا. حضرة بقى كريم شانتي انا محطتش اللبن كله مرة واحدة علشان آآ انا عايزة قوام الكريم شانتي بتاعي يكون آآ يعني آآ تقيل الى حد ما علشان يمسك لي قطع الكيكا اللي انا فتفتتها دية. تمام? انتي هتحط المقدار انا يعني علشان آآ مش عارفة الكريم شانتي كان حي بقى تقيل معايا بنسبة لبن الدقيل لانه بيختلف طبعا من نوع لنوع فما رضيتش هتحط الكوباية لربع كلها. تمام? بس انا حطيت الكوباية لربع في الاخر كلها وطلع قوام المزبوط اللي انا عايزيه. يبقى كوباية من الكريم شانتي الخام عليها نص كوباية من السكر وكوباية الى ربع لبن متلج. يعني هحطه في التلاجة في الفريزر شوية. بحيث ان هو اول ما يبدأ يعمل آآ جزيئات تلج جدا هشتغل بيه. تمام? دربته لحد ما اعطاني اهو القوامل مزبوط اول ما يعمل من ار كده. الكمية دي بقى انا هقسمها نصين. نص هقلبها على الكيكة اللي انا فرفتها والنص التاني هحش بيه. وللاسف الجزء آآ بتاع اللي انا قلبت الجزء من الفيديو اللي انا قلبت فيه الكريم شانتي على الكيكة للأسف اتمسخ آآ وانا بعتذر لكم جدا عن الموضوع دوت. بس الكل اللي انا عملته ان انا خدت نص كمية الكريم شانتي قلبتها على الكيكة اللي انا فرفتها وقمت جاي بصنية عندي. حط فيها ورق زبدة. وحطيت فيها الكيكة بتاعتي بعد ما اللي بتاع الكريم شانتي وبدأت اسويها بضهر المعلقة كده زي ما انتو شايفين آآ لغاية ما اخدت الشكل اللي انتو شايفينه دوت وتكون بارتفاع حوالي آآ يعني نص صانتي ما تكملش صانتي كمان. تمام? وبعتذر من المرة التانية على ان الجزء ده من الفيديو تمسح وللأسف انا مش عارفة هو اتمسح ازاي. وعلى فكرة دي تاني مرة اعمل السويسرول في القناة بس المرة اللي فاتت الفيديو كامل اتمسح بعد ما نزلته على القناة فهو تقريبا السويسرول في مشكلة معايا يعني. بس الحمد لله قدر الله مش افعل انا كنت مش هاعرض الفيديو بس لاني كنت منزله الفيديو القصير بتاعه وعدك ان انا نزله فقلت خلاص هاعرضه ان شاء الله اعملوا برضو مرة تانية وتشوفوه. فردت بقى الكريمة كده على السويسرول بتاعي او على الكيكة آآ بعد ما فردتها في السنية يا رب بتكونوا تصورتوا انا عملت ايه? انا قلبت نص الكريم على الكيكة اللي انا فرفتها قلبته تقليب بالمعلقة. وبعدين حطيت ورق زبدة في السنية وفردت السويسرول آآ او الكيك عليه. وآآ حاولت ان انا لقى سويه او ابطتها كده. بحجم آآ نص صانتي الكيكة. بعد انت اللي اعطاها من السج او السنية. وقمت فرض عليها الكريمة ولفتها زي ما انتم شايفين بلفها كده بالورق الزبدة. تمام? بعد كده بقى حابد اعمل ايه? شايفين آآ سمكها يعني سمكها نص صانتي لصانتي. تمام? حابده بقى لمك كده. حاقفل اهو بقى الرول بتاعي بورق الزبدة. اقفله كويس. تمام? نحاول كده اقفل عليه كويس عشان ما يبقاش آآ آآ مفتح معي. وهحطه. هجيب كمان. آآ ورق فويل والفه عليه. وبعدين هحطه في الفريزر اربع ساعات. علشان ابدأ ازواء. حربط بقى شمال ويمين. وحجيب. ورق الفويل وهربطه كده. وهالفه كده عليه. واربط من الجناب كده. زي ما انتم شايفين. وقلت هحط في الفريزر لمدة اربع ساعات. حين بقى كنت بعد ما طلعتها من الفريزر جمدت بقى خلاص وحقدر ان انا اشكلها. آآ انا الحقيقة ما سبتهاش اربع ساعات بس انا سبتها لتاني يوم. آآ ما كنت ساعتها بقى فاضية فسبتها لتاني يوم وبدأت اشتغل فيها. هفكها بقى خالص من ورق الزبدة. وورق الفويل واحطها بقى في سيرفيز وابدأ اشتغل فيها. عملت طبعا كريم شانتي تاني للزواء. حاشير بقى الجنبين كده علشان اسويها تبقى متساوية. عملت كريم شانتي تاني بس المرة دي كانت اقل يعني حطيت نص كباية كريم على نص كباية كريم شانتي خام على ربع كباية سكر او معلقتين سكر. واقلم النص كباية آآ لبا المتالج. تمام? هبدأ بقى افريده كده. الكريم بتاعي عليها. يعني حديها كمية كويسة جدا من الكريم شانتي. عشان يخلي هالي جميلة وطعمها جميل. مهم جدا انك تحطيها في الفريزر مش اقل من اربع ساعات. علشان تتماسك انت اول ما هتقلبيها. تقلبي كيكا اللي احنا فرفتناها في الكريم وتحطيها وتليفيها هتليها طريقة جدا منك. يعني ما ينفعش ان انت تشكريها. لازم تحطها في الفريزر وتجمد. تتجمد. يعني انا وانا مطلعة من الفريزر كانت متجمدة. عاملة زي حتة الطوبة. علشان تعرفي تزوائيها وتتحكمي فيها. تمام? هتسويها بقى كده بقدر الامكان. واي حتة ما فيهاش كريم هحط فيها. يارب يكون الفيديو عجبكو. واسفل الجزء اللي اتشاله وتمسح منه. بس يارب اكون شرحت الجزئية اللي اتمسحت كويس. وكده ولا كده ان شاء الله نعمل لكم سويسرول تاني بنفس الطريقة. بس يدعو النادة تبوز كيكيا تانية. علشان نعمله. هنا بقى كان عندي سوسات الجهزة دي بجيبها من فتح الله او من اي مستلزمات حلواني. باكو ده بتنين جيني ونص. ده آآ سوس فراولة وعندي كمان سوس شوكولاتة هحطه بنفس الطريقة. اهو زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى هجيب خلة من خلات الشيش طوك. وحبدأ اروح كده شمال ويمين بحيث ان انا اعمل شكل للسوسات مع الكريم شنطيحن. بس للحقيقة آآ سوس الفراولة ما كانش قد كده يعني كان سايح مش تقيل زي سوس الشوكولاتة هفرش شوية بس كان طعمه كويس. جبت بقى كريم شنطيه بدأت اعمل روزيتات كده. زي ما شايفين كده هو. وهجيب بقى كمان كريز وحبدأ احطه آآ على اللي انا عملتها بالكريم شنطيح. الحقيقة هو كان طعمه ممتاز جدا يعني السوس رول كان طعمه طحفة. زي طعم الجاتو الجاهز تمام. واصلا الجاتو الجاهز آآ اللي هو كتعة السوس رول في الجاتو الجاهز بتتعمل من بواق الكيكات. ما بيعملوهاش من كيكا زي ما احنا بنعملوها كده كيكا مخصوصة لها. دي بتبقى من بواق الكيكات في المصنع بتاع الحلواني. شايفين شكلها جميل قد ايه? حبدأ بقى اقطحها. طبعا انا على بال ما اشتغلت فيها كانت فكت وما بقيتش جامد قوي وقدرت ان انا اقطحها. شايفين شكل الكتعة عامل ازاي? متبقات الكريم جوية واضحة. لو عجبكم بقى الفيديو النهاردة ما تبخلوش علي بلايك وكمنت وشير للفيديو. شكرا لكم ولمتابعتكم معي.